هي خمسة عقود إذن من عمر العلاقات بين مصر والإمارات تحدث فيها الكثير من تطور للعلاقات الاقتصادية سيما في السنوات الأخيرة حجم الاستثمارات بحسب رئيس الوزراء المصري سجل 4.6 مليار دولار في فترة التسعة أشر الأولى من العام المالي الماضي لكن كيف تطورت هذه العلاقة بالأرقام نستعرضها في العرض التالي طبعا حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال النصف الأول من 2021-2022 شهد زيادة تقريبا بـ 163% بحسب بينات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجاءت كالتالي الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في مصر نتحدث عن رصيد تراكمي بـ 28 مليار دولار فيما يخص الشركات 1250 شركة أو حاليا يتجاوز هذا العدد برأس مال 17 مليار دولار قيمة الاستثمارات بشكل عام بنتحدث عن استثمارات طبعا المصرية في الإمارات أو هذه قيمة الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي في مصر بالنسبة للإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار بزيادة كما ذكرنا 169% تقريبا أما عن استثمارات الشركات المصرية في الإمارات نتحدث على أنها تجاوزت قليلا المليار دولار وطبعا هذه هي مصادر وزارة التخطيط المصرية وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفترة الأخيرة شهدت إعلان كثير من الشركات الإماراتية لضخ استثمارات في السوق المصرية على أبرزها القبضة إيدي كيو التي استحوذت على حصص من خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية من حصص في البنك التجاري الدولي وشركة فوري وأبو قير وغيرها من الشركات التي تحقق أرباح مرتفعة خلال الفترة الأخيرة لدينا عدد أيضا من الشركات أعلن عن توسع ودخل استثمارات في السوق المصري كموانئ دبي استثمارات بقيمة تصل لخمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا في ميناء السخن خلال من عميل سلاسة أعوام وأيضا القطاع العقاري بيشهد حالة من الزخم وقطاع التجزئة الفطيم على سبيل المثال ستستثمر ما بين 700 مليون إلى مليار دولار خلال الفترة القادمة وأيضا سكاي أبو ظابي نتحدث عن 15 مليار جنيه وأخيرا طبعا عرض الشراء غير الملزم المقدم من سوديك التي استحوذت عليها الدار في وقت لاحق على شركة أوراسكوم العقارية هذا فيما يخص الاستثمارات لكن ماذا عن الحجم التبادل التجاري طبعا التبادل التجاري بين مصر والإمارات كالتالي نتحدث عن الربع الأول مليار ومائتين مليون دولار بارتفاع واحد وأربعة من عشرة والتجارة النفطية لها حيز كبير طبعا من التجارة بين البلدين في العام 2021 سبعة ونصف مليار دولار وأيضا نسبة زيادة الصدرات كالتالي الوريدات المصرية انخفضت من الإمارات بـ 19% خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وبالنسبة للصدرات المصرية شهدت ارتفاع قارب السبعين بالمئة وهذه هي أهم الصدرات وكذلك الوردات بين مصر والإمارات ويأتي طبعا من ضمنها اللداء واللؤلؤ والألات والأجهزة الكهربائية هذه الشراكة تبلورت في الفترة الأخيرة ليس فقط بين مصر والإمارات ولكن حدث الإعلان عن تحالف يستهدف التكامل الصناعي بين أربع دول نتحدث عن الإمارات ومصر والأردن والبحرين هذا التحالف طبعا تم تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار طبعا تحت إدارة القبضة هناك 12 مشروع في المرحلة الأولى بحجم استثمارات 3.4 مليار دولار وأهمية التحالف بين الأربع دول هو كالتالي لأن المساهمة لهذه الدول الأربعة تصل أو تتخطأ 30% من المساهمة في القيمة الصناعية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبتبلغ تقريبا 809 مليارات دولار وحجم السكان بيشكل ما نسبته أو يتخطى 27% من إجمال السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أخيرا ملف تحولات العاملين في كلا البلدين هو أحد أوجه هذه الشراكة نتحدث عن تحولات العاملين بين مصر والإمارات بالنسبة للمصريين العاملين في الإمارات بلغت 3.5 مليار دولار في العام المالي 2020-2021 بالتفاع 41% تقريبا أما الإماراتيين العاملين في مصر 39 مليون دولار فقط في العام المالي أيضا 2020-2021 وفيما يخص عدد المصريين متوجدين في الإمارات نتحدث عن 950 ألف مصري تقريبا أخيرا كان هناك الإعلان عن صندوق أو منصة استثمارية بين مصر والإمارات تم الإعلان عنها في العام 2019 بقيمة 20 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر